فرحان قوي يا شرين بجد ما تخفيش الموضوع حلو بسيط كلمات محمد الشرنوبي حب يطمن بها شرين عبدالوهاب فأزمتها مع شركة روتانا فالشرنوبي قدر يطلع من خندق صارة طباخ سوى في الخطوبة أو حتى المشاكل اللي كانت عاملها معاه ومن هنا قدر انه يوصل لشرين عبدالوهاب ان الموضوع سهل فيطر الشرنوبي هيعمل ايف صارة طباخ وازاي قدر يخلص أزمته معاها وليه قاعد خمس سنين بعد الانفصال عنها في مشاكل وازاي بقى شرح لشرين الخطة بتاعت الخروج من الأزمة كل ده بقوا أكتر هنعرفوا مع بعض في الفيديو ده محمد الشرنوبي فنان متنوع المواهب بيغني وبيمثل وبيقدم مصرح وكمان في الدراما فالرجل بصراحة مش مقصر في شغله لكن تقريبا فيه ضريبة فنية لازم تدفع فبعد ما نجمع علي ووصل كمان لدرجة كبيرة من النجاح عمل عقد مع شركة للمنتجة صارة طباخ المهم ان تقريبا صارة عاجبة الشرنوبي والشرنوبي كمان عاجبته وكرروا وقتها انهم يتخطبوا عشان يبقى زيتنا في ديائنا يعني خطبته والمنتجة بتاعته الدنيا بقت متزبطة بينهم هما الاتنين وهب فجأة كده وبعد شهر واحد الشرنوبي أعلن من انفصاله عنها المهم بقى عشان طبعا كده النساء يشتغل تقوم صارة بقى تعمل ايه متسابش الشرنوبي في حاله ويراحت مستحلفاله وبلغت كمان كل الشركات ان محدش يتعاقد مع الشرنوبي فالشرنوبي بقى يسكت وراخر ما يحصلش طبعا المهم لف من الشرع التاني وراح يتعاقد مع شركة تانية وفيها بقى محاميين ومستشارين وبدأ يالب الدنيا على صارة كسب كذا قضية كالرفع على صارة اللي أصلا لما غلبت معاه كانت بتحزف الأغاني بتاعته من على اليوتيوب ففي الأيام الأخيرة قرر الشرنوبي أنه يخلي شرين تهدى لأنها أكتر واحد شبه المهم من الشرنوبي قال للشرين عبدالوهاب والله أنا فرحان أنك رجعت لجمهورك بقى غنيكي والموضوع كمان بين كوبروتانا هيتحل إن شاء الله الموضوع حله بسيط وهو أن فيه صغرة في اليوتيوب دي لازم تلعبي عليها فبما أنه قضايا بين كوبروتانا زي ما أنا فيه قضايا بيني وبين شركة سارة فالمفروض أنك لو رفع دي قضية وكسبتيها تنزل على اليوتيوب كلنا جنبكم مش هنسيبك زي ما أنا مش هسيب حقي الشرنوبي كمان قرر إنه مش هيسيب حقه تاني من سارة طباخ وأنه هيفضل وراها لحد ما ياخد كل حقوقه ويرجع كل حاجة زي ما كانت وحسن ورغم المشاكل دي برضو مش هيستنى قررت المحاكم لا هينزل أغني في كل حتة عقبال بقى ما تنزل على اليوتيوب بس هو برضو في نفس الكلام يالشين هنتعامل لحد ما الدنيا تتضبط الشرنوبي كمان قال لجمهولو إنه مش هيبعد عنهم ولا لحظة تاني وإنه مش هيستنى عشان ينزل الأغاني اللي معاه لا دا كل فترة هينزل حاجة فيطر بقى أنتم كمان شايفين إن الحل ده حلو عشان يحل أزمة شرين والشرنوبي شاركونا باب رؤيكم